طبعاً ما فيش حد في مصر ما بيحبش الكورة إيش حنأجدع كارتي من وي وتفرج على العمل حل عندك رسالة عايز تقولها دلوقتي لما يحدث في العالم وما يحدث في المنطقة مثلاً عندنا التغيرات الشديدة دي برجل بفلسفتك ورؤيتك للكون أكيد عندك رسالة جديدة عايز تقولها نعم بالتأكيد هي رسالة الحب السلام وليفهم الإنسان لمرة أن بدون الحب وبدون السلام والنور المقدس لا شيء يتواجد عندما ستتعلم البشرية هذا أنا متأكد من أن الشعب المصري لديه في روحه وقسده هذه الفضيلة السلام والحب أنا متأكد أنها موجودة فكل ما هو قديم في كل حجر في هرم خوفه كل عنصر متواجد في الأكسر في كل المزارات التي بها كنوز البشرية منذ آلاف السنين يحتوي كل حجر على الحب والنور المقدس وهذا ما يحدد 24 ساعة في 24 ساعة منذ آلاف السنين الروح المصرية والروح المصرية لا تعبر إلا عن شيء واحد الحب والنور والسلام أنا متشرفة قوي 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 أن أنا قعدت جنبك وكلمتك وسمعتك وتأثرت بيك هذا التأثر وبترجاك قبل ما أسلم عليك ومنتهى الاحترام والتقدير والحب تقولي أو تقولي المصريين كلمة قبل ما تطلع بقى الحفلة بتاعتك أتمنى للشعب المصري ومصر كل السعادة السحة وأن يعطيهم الله دورة ومنهم لت sanctions شكرا لتخطي كل السعوبات وأن البلد سأيسادة سأيسادة على كل الروح السلام والحب والنور الإلهي لالله لأني لاحظت أن قوة وقدرة وعظمة الله تتواجد في كل لحظة وأن الصلاة التي في كل مكان المتواجدة في الروح المصرية هي المرشد الذي يقود بالتأكيد هذا الشعب العظيم الذي أحبه جدا لتحقيق أشياء لا يعتقد أنه يستطيع تحقيقها وأن الرابط بين الله والشعب والبلد يظل للأبد أتمنى أن أعودني هنا كثيراً وأشكرك على وجودك وأشكرك على وجودك والسعادة التي أهديتني الليلة لإستقبالي هنا في الأستوديو مع كل هؤلاء العاملين الذين أعطوا كل ما لديهم ليتم العمل على أكمل وجه أشكرك كثيراً وأسمحيلي أن أقبل يديكي I'm so happy thank you so much ربنا خير thank you so much أرجوك أكون ضيفي على الكنبة هنتفرج على المواهب الجديدة هنسمعها